لك أن تحفلك عراقي ببورصة الخيبات لتشاهد بورصة المال العالمي تزداهر من حولك أما بلادك الغنية بمصادر الانتاج ممنوعة بفعل إرباك السياسة والأمن والاقتصاد من المضي قدما نحو الانتعاش لكنك اليوم وأنت تمكث في غرفة إنعاش تتجرع ويلات المديونية تجبر الحكومة على القرض الحكومي الذي يحل مشكلة من بين مشاكل متفاقمة تعنون بالمال الشحيح ونقص الإيرادات وضياع أرقام كبيرة في أدراج الفساد والترهل الإداري خبراء المال كشفوا للتغيير عن تسجيل العراق أكبر مديونية في حال تمت الموافقة على القرض الجديد لكن الارتفاع الذي سيحقق القرض كما يتوقع خبراء المال ارتفاع في مديونية كل طفل عراقي يولد ليحمل في رقبته عناء أربعة ألاف دولار كنصيب من ديون بلاده اليوم تساهم أرقام البطالة وارتفاعها إلى جانب مؤشرات الفقر الخطيرة بدراسات تدعم ترجيحات لا تقدم تفاؤلاً أمام العراق بعد شهور قليلة لتتجه صوب عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب بعد 12 شهر الحكومة من جهتها تجدف بمركب الخطط الاقتصادية بورقة بيضاء تشمل مئة صفحة اطلعت عليها كبرى دول العالم خلال جولة الكاظم المكوكية الأخيرة لكن المعيق الذي تواجهه الحكومة يتمثل بجدران من الفساد المتراكم والبيروقراطية التي واجهها الكاظم بدعوة الوزراء إلى عدم الجلوس على الكراسي والنزول إلى الشوارع أما القراءة الأصعب في مستقبل صناعة المال تتمثل بسرعة إنقاذ طارئة لتهشيم المعيقات كافة وإلا فإن البلاد ستنتهي إلى انهيار مؤسساتي واجتماعي خطير